بما أنه اليوم يصادف 22-2022 لأول مرة بتاريخ البشرية راح أقولكم هذا الخبر ليفيد الكليات والجامعات وكل طلابها هذا قرار وزارة التعليم العالي تثبيت التقويم الجامعي راح أشرحه أمامكم يكون موعد بداية الدوام للجامعات والمعاهد هو 12 إلى يوم 12 واحد يعني 4 تشهر الفصل الأول بعدها يكون أسبوع تعويضي حتى يكون بعد الأسبوع التعويضي نصف السنة امتحانات نصف السنة تبدأ يوم 22 واحد وتنتهي يوم 4 بشهر الثاني يعني سبوعين عطلة الربيعية تبدأ يوم 5 بشهر الثاني إلى يوم 18 بشهر الثاني يعني سبوعين أيضا بعدها يبدأ الفصل الثاني اللي يبدأ يوم 19-2 وينتهي يوم 1-6 يعني قبل الامتحانات النهائية وينطوكم أسبوع تعويضي قبل الامتحانات النهائية انتحانات النهاية تبدأ يوم داعش بشهر السادس الفين وثلاثة وعشرين وتبدأ العطلة الصيفية يوم اثنين وعشرين سبعة وتنتهي يوم واحد ثلاثين بشهر الثامن يعني العطلة الصيفية شهرين فقط وتتضمن العطلة الصيفية ايضا التدريب الصيفي للخريجين تحياتي سونا لايك ومتابعة